انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لطفل سوري يدعى حسين يبلغ من العمر عشر سنوات خلال قراءته كتاباً باللغة الإنجليزية وهو جالس كما نرى على حافة حاوية قمامة حسين يعمل بجمع الخردة لمساعدة والده المريض وإخوته الأربعة لمعرفة المزيد عن حسين وتابع جزءاً من المقابلة التي أجريت معه على تلفزيون MTV اللبناني أنا بدرس وبتعلم من هذا الكتاب أكتر مادة بتتعلمها وتحبها شوي إنجليز أحلى من اللعبة الكتاب أكيد بحب بقرب شان بكبر بصير أستاذ اللعبة ما بتخليني بصير أستاذ بلعب وما بستفيد شيء أنا زاريت بستفيد كتير البعض من التعليقات التي جاءت حول هذا الموضوع نبدأ بالتعليق الأول توت أنخ آمون يقول اقرأ يا ولدي فحذاؤك أطهر من عقول من ساعد بتهجيرك وعلي يقول قديما كان اطلب العلم ولو في الصين اليوم اطلب العلم ولو بين القمامة أحييك يا ولدي أما جيان فيقول المقاوم الحقيقي وحسن يقول هيدا الصبي سوري مش لبناني نهاية بس بالنهاية حقه يتعلم وين ما كان إذن مشاهدينا كان هذا التعليق هو التعليق الأخير حول موضوع أحسن